نشرح من خلال هذا الفيديو طريق التصدير ملفات الوتوكات الى برنامج جوجل سكتش اوب بسهولة وهنتعلم من خلال هذا الفيديو افضل طريقة لتجهيز ملفات الوتوكات وتحويلها الى برنامج سكتش اوب بدون اي مشاكل كل اللي اطلبه منك انك تتابع الفيديو للنهاية لان الفيديو بتكوّم ان مجموعة خطوات هتكون مهمة جدا 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 اول خطوة هتعملها هتفتح برنامج الوتوكات وليكن ده المشروع اللي حضرتك عايز تحويل برنامج سكتش اوب اول خطوة هنعملها هنبتدي نتخلص من جميع القطوط والديمينشن والتيكست اللي مش محتاجينها في برنامج سكتش اوب اول حاجة الديمينشن هل انا محتاجها لا اضغط عليها كليك يمين سليكت سيميلر هيختار لي جميع الديمينشن اللي مش محتاجها وقول له ديليت هلاقي في مجموعة ديمنشن اخرى كليك يمين هختار واحد منهم كليك يمين سليكت سيميلر ديليت يبقى كده تخلصت من الديمينشن بعد كده هل التيكست محتاجها في بسكتش اوب طبعا لا هختار اي تيكست منهم كليك يمين سليكت سيميلر ديليت دواير التاجز بتاعت الشابابيك والابواب كليك يمين سليكت سيميلر ديليت الجداول بتاعت الشابابيك والابواب هختارها برضو وقول له ديليت هل انا محتاج اي حاجة تاني بس كده انا مش محتاج غير الاعمدة والحوائط والابواب والشبابيك عشان اعرف اماكنهم فقط لا غير يبقى دي كده اول خطوة تاني خطوة هبتدي احفظ الشغل بتاعي هقول له فايل سيف اس وابتدي اختار اصدار ملف اوتوكات قليل لسبب واحد عشان يفتح على اي برنامج سكتش اوب عندك انا هختار الفين وسبعة دي دابليو جي الفين وسبعة وابتدي اسمي الملف التاعي واحفظه في مكان مناسب وليكن انا هاحفظه على الديسكتوب وسميه الى الاسكتش مثلا او اي اسم حضرتك عايزو الى اسكتش وليكن هو ده الفولدر بتاعي اضغط عليه دابل كليك واقول له سيف كده انا جهزت الملف بتاعي هنزل شاشة اوتوكات تاني خطوة هعملها هفتح برنامج جوجل سكتش اوب وابتدي اقول له فايل امبورد ابتدي اروح لديسكتوب او المكان اللي انا عامل فيه سيف للشغل بتاعي وهدور على الفولدر اللي انا حفظت فيه الشغل بتاعي هدور عليه وليكن هذا الفولدر هلاقي ان الملف بتاعي الاوتوكات موجود هختاره واقول له اوبشن عشان اتأكد من ان الوحدة بتاعتي مظبوطة بالميترز واقول له اوكي امبورد هتدي البرنامج يعمل امبورد لملف الاوتوكات بتاعي داخل برنامج جوجل سكتش اوب بعد ما يخلص طبعا هذا المربع بيعرفني انت عندك تلاتة وتسسنين ليار كام بلوك كام ارك كام دايرة كام لاين وهكذا كام بولي لاين يعني بيديني داتا عن الملف اللي انا صدرته لبرنامج سكتش اوب واقول له اول ما تعمل كلوس هتلاقي ان الملف بتاعك نزل بطريقة جميلة في برنامج جوجل سكتش اوب بهذه الطريقة هقرب من الملف بتاعي وهاجي من شريط ادوات الفيوز واقول له انا عايز التوب بهذه الطريقة هكان يجيب لي المسقط بتاعي ومجرد ما بعمل سلت على الملف بتاعي بلاقيه كله عبارة عن جروب واحد عندك طرقتين علشان خاطر تقدر تشتغل وتحول هذه البلانات الى سري دي في برنامج جوجل سكتش اوب اول طريقة انك بتشتغل على نفس البلوك ده بتشتغل على ازاي بتختار وتبتدي ترسم حائط حائط بهذه الطريقة وتبتدي تعمل بوش للشغل بتاعك عادي جدا الطريقة التانية اننا بنعمل سلكت للجروب ده ونقول له موف وقول له كليك يمين اكسي بلوت علشان يبتدي يفجر لي الشغل بتاعي ويخلي لي كل كل خط لوحده زي ما واضح قدام حضراتكم بعد كده هتروح وليكن لهذا الحائط عايز تحوله لسري دي هتختار امر لاين بمجرد ما بتضغط كليك بهذه الطريقة بيبتدي الحائط يتحول معك لفيس عشان تقدر تشتغل عليه بهذه الطريقة تقدر تعمله بوش بها اعلى بهذه الطريقة دي كده طريقة تصدير وتحويل ملفات الاوتو كات الى برنامج جوجل سكتش اوب بسهولة وبطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا ومنظمة جدا علشان تبدأ تشتغل مشروعك كل ده هو ده كل اللي احنا عايزين نقوله في الفيديو بتاعنا النهاردة شكركم للتقي في فيديو اخر ان شاء الله يارب يكون الفيديو مفيد لحضراتكم